السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معانا بطاط الحمر او بطاط التمر هندي طبعا نحن في عدن بنسميه بطاط حمر خلوكم معاي لاخر الفيديو وبوري لكم طريقة عمل احلى بطاط حمر تذوقونه خلوكم معاي ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعملها كذا عجبكم الفيديو مشيروه اول حاجة قطعت البطاطة تقطيعها طبعا حسب الرغبة كبير او صغير وبعد كذا فورتها وبعد كذا جبت كبة وحطيت فيها عجينة التمر الهندي طبعا هذه فيه انواع من التمر الهندي فيه ممكن تحطون هذه العجينة او التمر الهندي العادي اللي ما عنده هذه العجينة ممكن يحط تمر الهندي وشوية ماء يبلهم ويحطهم بعدين في هذه الكبة وممكن يحطوا تمر الهندي عادي يعني مو ضروري هذه العجينة وبعد كذا حطيت شوية كبزرة واضفت الى الكبزرة والتمر الهندي ثلاث قرون فلفل اخضاء فلفل فلفل حار لازم يكون حار طبعا تمر البطاطة حمر ما ينفع الا بالحار وحطيت كمان فصين ثوم واضفت عليهم ماء شوية ماء علشان اقدر اطحنهم وبعد كذا طحنته مثل البسباس الاخضر او مثل الشتني وطبعا متل ما تشوفون صار معي بهذا الشكل يعني تقريبا متل الشتني بس فيه حمر وبعدها جبت قدر وحطيت فيه زيت وحطيت كمان فوقه شوية حلبة حبوب حلبة الحبوب تخلي ريحة البطاطة الحمر جدا حلوة وبعد كذا اضفت له البطاطة اللي كنت بتفورته وبدأت اقلب وخليه شوية يتقلب علشان يعطي نكهة حلوة مع الزيت وبعد كذا حطيت له شوية ملح وبدأت اقلب من جديد وبعد ما انتقلب تمام حطيت عليه الكاري وحطيت عليه كمان كركم علشان يخلي البطاطة لونها حلو أصفر بالنسبة للكاري انا بستخدم كاري نيل لانه يطلع بالبطاطة حلو جدا وبعدها بعد ما قلبتهم مع بعض حطيت الخليط اللي عملته الحمر مع البسباس والاشياء الثانية هذا الخليط حطيته فوقه وبدأت اقلب عليهم مع بعض طبعا ستيت لهم شوية ماء وشوفو كيف صعب اقلب عليه من جديد واخليه الى ان يبدأ يغلي واول ما تبدأ الفقعات يطلع فقعات على طول احط عليه الشبت او نحنا نسميه بعدا السوة اقطع لها السوة وحط فوقها واجلب عليها شوية بس كذا اقلب عليها وعلى طول اطف في النار وهذه البطاطة وصارت جاهزة بطاطة الحمر طبعا البطاطة احنا عادة ناكلها بالملعقة يعني من دون خبز من دون اي شيء ناكلها صافي وناكلها عواف يكون في العصر نحن نسميه عواف يعني في فترة العصر ناكله بالملعقة بدون اي خبز او اي روز او اي شيء كذا صافي هذا وفي الاخير استودعكم الله ومشاء الله يكون عجبكم الفيديو ولا تنسوا الاشتراك واللايك لدعمي اشتركوا في القناة